لما احنا قادرين على التأمين ما بنأمنش كل حاجة ليه لما احنا قادرين على تأمين العملية الانتخابية مين كان يصدق انه الحمد لله الحمد لله مشت على خير ما شفناش بلطقة ما شفناش قتل ما شفناش مشاجرات ما شفناش كلها حاجات بسيطة وكلها يعني اذا كان فيها سلبيات فهي خارجة للأسف من الأحزاب المرشحة انها ما التزمتش ببعض القوانين وده جايين جايين طيب انا اقولك بس تزيعي الكلام اللي حوله لك المهم انت عندك وزير داخلية رجل غير مسيس انت حضرتك لو انت بتشتغلي في الاعلام ينفع ان انا اجيبك بكرة لو انا جيت شكلت وزارة وده مثلا في الاحلام انا بكرة هشكل وزارة وانا اعرف حضرتك فهجيبك بكرة امسيكك وزيرة اعلام هتنفعي لا طبعا ليه لان ده منصب سياسي اش كده انت ما عندكيش خبرة سياسية اكيد يبقى انت هتعملي هتعكي عكي ازلي في هذا المنصب لو انا جيتك صح هذا الرجل ليست له خلفية سياسية على الاطلاق الرجل ما اشتغلش بالسياسة الرجل اشتغل في بحث اجناء ايه اتعامل مع مجرمين اتعامل مع بلتجية اتعامل مع حربية اللي بيدمروا كل حاجة موجودين خلينا اكمل حضرتك بس الفكرة فانت لما اجيب وزير داخلية وانت خرجة من صورة قلبة نظام حكم يبقى انت لازم تجيب وزير داخلية سياسية امن الدولة بكل مبقاته على عيني وعلى راسي احنا رفضينه كان فيه راجل اسمه صلاح سلامة كان مدير امن الدولة مع حبيب العدلي وحبيب العدلي ناصب هذا الرجل العداء ليه؟ ما حصلتش حدثة تفجير كنيسة في عهده ما تفجرتش منشاقة سياحية في عهده ما تضربتش قنبلة في عهده ما تفجرش انبوب غاز في عهده الراجل ده كان ماشي كواحد من افضل من انجبهم جهاز امن الدولة جهاز امن الدولة دي اللي هي ايه؟ اللي هي لجنة السياسات جوه وزارة الداخلية فالرجل ده لن يتكرر تاني صلاح سلامة ده انا لو كنت جبت صلاح سلامة ده وهذا الرجل صاحب الوعي السياسي وجبته قعد الراجل ده كان حيشتغل ايه؟ كان حيشتغل سياسة وامن انت لما تيجي تشتغلي امن بس وتهملي الشق السياسي يحصل لك اللي حصل لمنصور العسوي انا لما روح امسك الولاد المصابين بتوع صورة 25 يناير اضربهم بالقوة وفضعت صنهم بالقوة ده عمل واحد اصلع العقل ده واحد اصلع ده سياسيا رجل اصلع العقل اللي يعمل كده يبقى انت اتعاملت هنا بانهي يعني بانهي منطق بالمنطق الامني ان في مجموعة معتصمة في مكان ولازم فضل اعتصام ده مش مجموعة ده دول الولاد دول ده دول انبل جيل انجابته الامة المصرية طبعا ودول الولاد دول بقى يعني دول الزبدة بتاعت هذا الجيل دول الولاد اللي ضحوا بعيونهم وضحوا وفي منهم اللي ضح حياته واللي دخل جوار الثاس ومطلع شي مش كده حقيقي وفي ولاد حصلت لها احاقات وجدت اصابات في العدم صارت بنسبة 50 و60% عليهم انا شفت ولاد منهم كثير وفي زباط هنوا بعد على انهم قدروا يصيبوا هؤلاء الشباب في زباط شلطة ربي هنوا بعد وده شفنا في فيديوهات كتيرة جيدة وبعدين انت تحمي الولد اللي عمل كده يعني انت تحمي الولد اللي العسكري هناء بس دي مش اول مرة تحصل يا فندم يعني اعتقد ان مش اول مرة الداخلية تحمي زابط من زباطها قتل او اصاب او تسبب اصابة مستديمة حتى يعني دي مش اول مرة انت عارفة انت عارفة لما كنت انا بلطجين وجيت هجمك مش من حقك تقتليني مش من حقك تقتليني انت من حقك تعوريني انك انت تصبيني اصابة تمنعني من ان انا اجي اسببلك ازع انا جاي انا جاي حسببلك انت ازع وانت الداخلية اهو قاعدة قدامي وانا جاي معايا قنبلة ملوتوف جاي ضربها عليك هل ده يستدع ان انت تضربيني رصاصة في قلبي او في مخي ولا تعوريني فتمنع الازى وتمسكيني بالزبط ما يمكن انا الفلول زقاني وقابد فلوس على الحكاية دي مش كده اه 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 امك انا بلطجي ومتغزم الداخلية وفي بينه وبين الداخلية طار اه اعرف انا ايه اعرف انا مين عشان اعرف اوصل لللي جايبني ونعرف نوصل لللي داعي ما لا في عقل قدامي بتصرف بحكمة ما والسياسة ان انت تسوسي الناس بالحكمة يبقى انت يعني بتدي مثل كمان بتدي نموذج يبقى فيه نموذج اللي جايب بعدك يفهم يفهم ان دي قدوة انت تقتدي بيها لكن انت بتضربي الداخلية بتضرب كله متساوي عندها البلطجي زي السائر مش ممكن حقيقا مش ممكن بعدين انا لو انا بلطجي انا مصري يا سيدي انا انسان مواطن مصري واحمل الجنسات المصرية وليه حقوق وانا باشتغل بلطجي انا بعرفش الشغل شغلنا انا تانية انا فريدي ان انا باشتغل بلطجي مش انا مصري مش انا انسان ربنا خلقه دمي مستباح وحياتي مهضرة مش ممكن وانا ليه حقوق وخدي مني وليه اجابات انا اخطأت في حقك عقبني خديني حاكميني انما متحكميش علاق بالعدام انت مش اله انت مش الاله هتاخذي روح حقيقي فالرجل ده غير مسيس عمنا منصور العسوي اما ييجي بقى يقولك يقولك انا حرفع تماما الامن من ميدان التحرير لان التظاهر ده حق مطلق للشعب فيه تظاهر طب ما ده حق مطلق انما انا من حقك المتظاهر انك انت تصون امني ليه لان ممكن البلطجي اللي احنا بنتكلم عليه ده يخش انت كلما تحصل مظاهرات اخوانا لقبات يطلعوا مظاهرة يحصل فيها ضرب نار تقولها مندسين يروحهم مدان التحرير يحصل ضرب نار تقول لي مندسين ناس تروح وزارة الداخلية تعترض يحصل ضرب نار تقول لي مندسين نعمل انتخابات ما نلاقيش اي حاجة بتحصل طب ما تعمل كردون امني حواليا بحيث انك تمنا على مندسين يبقى لو حاجة ضربت يبقى من عندي من جو بعد اختفاء الامن بعد اختفاء الامن شفنا مؤخرا كمان التشاجر اللي حصل ما بين السوار والمعتصمين وما بين الباعة الجائلين تفسير حضرتك للمشاة داي هو انا عايزه لحاجة لحاجة انا سمعت كلام كتير او سمعت انهم بيبقوا حاجات اخرص مخدرة او حاجات ناتي يعني انا بقول ايه انا لحد مبارح لقيت فيه 79 اصابة في التحرير بسبب المشدات اللي حصلت بين السوار وبين الباعة الجائلين احنا السوار دول دي حركة نبيلة حصلت في مصر احنا عايزين نحافظ عليها مش عايزين انه انه اخواننا السوار يعني يزاودوا عدد ضحايا الباعة الجائلين دول اذا كان حييجي منهم شر فاحنا نتخي هذا الشر وندرقه بان احنا يعني نغض الطرف عنهم تماما ده رأيي لانه دي ناس مستبيعة يعني ده راحوا جابوا فتحوا البابان في بولاء وجابوا جيوش جرارة جاية طب انا النهاردة علشان مشكلة تحصل لبين باعة جائلين وبين السوار اضحي بتامينين شاب ده المصلحة مين يا جماعة اللي عايز يبيع حاجة يبيع حاجة انا كشاب ثوري لقيت حدي بيبيع على رأس مخدرة ماشتريش منه انا مش هدفي هو انا ده هدفي في التحرير ده مش هدفي هو عايز يبيع على رأس مخدرة هو حر طالما ان غايبة الامن هي اللي هتبقى يعني دي الوجهة بتاعت منصور العسوي انه لا امن في مدين التحرير خلاص توقع بقى ان يحصل ده توقع ان واحدة زي عليها المهدي تنزل لك اللي نزلت صورها وهي عارية توقع انها تنزل لك وتتضرب في الميدان فتوقع انه ايه ان ده ممكن كله يحصل اي حاجة تحصل بقى نعم لو فيه امن وانا كظابط شرطة وايف وصحيح بأمن بأمن حياة المتظاهرين وبأمنع ان المندسين يخشوا بسطهم لو شفت ولد فتح مطوى او معام مطوى حمسكه لو شفت ولد بيبيع على رأس مخدرة حمسكه مش كده لو شفت اخناقة حفضها يعني انا حقامارس مهنتي مهنتي ان انا امنع الازل امنع كل المصريين المصريين دول بقى في التحرير يبقى ده مش غلطة الصوار ومش غلطة البعجة الي يبقى ده غلطة منصور العسوي انه هو فرغ المدان من الامن انت عندك 3 مليون واحد بيعودوا يا سلطة كل في المدان 3 مليون انسان ازاي التلاتة مليون 3 مليون مصري 3 مليون انسان ما امنهمش ازاي ازاي اعمل فرغ امني في وسط 3 مليون بني ادم وبعدين فجأة بقى الامن فجأة مؤمن بأنه بقى في حق تظاهر لدرجة 3 مليون أسيبهم الحركة الشعبية الهادرة بتاعتها 3 مليون أسيبها يعني الحركة دية على مزاجها يعني يتمشي حيث وتشاء مش ممكن حرتك شايف الفترة اللي جاي عاملة ازاي خلصنا المرحلة الاولى ومنتظرين النتيجة شفنا بعض المؤشرات مش عايزين نسبق الحكم ومش عايزين يعني نفتي ومش عايزين نتكلم كتير في حاجات لسه مش متأكدين منها ولكن شايف المرحلة اللي مقبلة ازاي شايف المرحلة التانية هتبقى عاملة ازاي اللي احنا شفنا في الانتخابات ده مؤشر يقول ان مصر طالع قدام انت بقى عندك ايه انت عندك فيه بلونة اختبار وبعند في ثانية بتظهر لك البورسة كسبت كم مبارح 13 مليار مش كده ده مؤشر انك انت بتتقدم الخطوة لقدام انت مش مهم الانتخابات افرازت عن ظهور انهي طيار مش مشكلة انما الانتخابات مشت بشكل جيد الاداء الامني كان عامل ازاي الناس نسبة التصويت كانت عاملة ازاي نسبة التصويت لم تحدث في تاريخ مصر حقيق اه لم تحدث غير مسبوقة طبعا في حياتنا طبعا وبعدين الناس اللي نزلت مش نزلة خايفة من 500 جنيه الناس اللي نزلة نزلة علشان البلد تخلص من المليونيات رغم اختلاف قراءهم ورغم اختلاف من بدئهم انت حركة التنمية في المجتمع توقفت بفضل المليونيات المليونيات هدفها نبيل وكل حاجة انما كان من تدعيتها انك انت الحركة بتاعة المجتمع توقفت تماما ده في جميع المجالات الناس دي خارجة عشان تقول احنا عايزين البلد ترجع تشتغل تاني لانه مش ممكن انت تعمل صورة عشان تأخر البلد الكل عايز يخلص الكل عايز يستقر فانت عايزة انت عايزة تقديم القدام جبتي بقى اخوان جبتي سلافيين جبتي اي طيار متواجد على الارض المصرية ده طيار مصري مش مشكلة اهجاه وحيساهم في العملية السياسية المصرية وقد ينجح وقد يفشل انت ما تضمنيش واذا فشل قدين عارفنا الطريق اه وانت مش هتضمني حاجة بس انت عرفت السك انا دلوقتي لما بجي هنزل هنتخب هي في مأساة بالنسبة للمواطن المصري هو جاي يختار ان انا مش عارفها هنتخب مين الناس اللي موجودة كلها معرفهاش للأسف حد حيقولك في ودنك ان ده طيار اسلامي ففي ناس كتيرة جدا بتتجه ناحية لان ده الدين حقيق الدين ده انت امام ازعان بدام اسلام حينزل يمضي على المترشحين على القائمة الاسلامية او على قوائم التنظيمات الاسلامية اه فحيدوهم وهم حياخدوا وحينجحوا لانك انت ما تعرفيش الاشخاص اللي نزلين لكمين ده مع الاسف يعني هي دي دعيب الانتخابات الوحيد انه الرموز اللي كانت موجودة حسن مبارك دمر جميع الرموز حقيق قبل ما يمشي كان دمر جميع الرموز الموجودة في الساحة السياسية المصرية دمرها تماما قضى عليها تماما لمصلحة الاخ جمال مبارك حقيق مع الاسف الشديد حقيق رغم كل سلبيات هذه المرحلة ورغم كل مشاكلها ولكن برضو احنا فخورين انها عادت بالشكل ده وفخورين ان احنا قدرنا نكتاز هذه المرحلة بالنجاح الصاحق وبالاقبال الشعبي والجماهيري على الانتخابات وستاذ اكرم السعداني الكاتب الصحفي انا بشكر حرارتك على وجودك معنا نهاردة انا اللي بشكرك يا ستكل مرسي جدا ومرسي على وجودك معنا ونتمنى ان احنا دايما نكون للاحسن ودايما بكرة احسن يا رب يا رب كلنا نتمنى المصر الخير طبعا مشاهدة اكيد اكيد مشاهدي نهارك سعيد هسيبكم دلوقتي مع تقرير وهو تخطية للمرحلة الاولى للانتخابات هنشوف ازاي المصريين وهنشوف قد ايه الشعب المصري كان بيسعى للديمقراطية وما زال وهيفضل يسعى للديمقراطية فالادلاء بصوته تعالوا نشوف مع بعض تقطية من كاملة نهارك سعيد للمرحلة الانتخابية الاولى ونرجع نستكمل فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا اشتركوا في القناة